السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأحد عشرين ثمانية أهب أغسطس طبعا القمر اليوم موجود في برج الميزان اليوم بكرة ويعني مساء يوم الاثنين بده ينتقل القمر ويصير في برج العقرب القمر الآن موجود في برج الميزان يعني اليوم هذا يوم يعتبر الأفضل أو أفضل فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر من ميل الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا أيضا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا زاوية وحيدة هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية راح تكون ذروتها الساعة الثمانية وسبع دقائق مساء بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر اليوم مقابلكم تماما فبما أنه مقابلكم معناته يعني بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة أو علاقاتكم مع شركاكم سواء بالعمل أو بالعاطفة أو ما بين الأزواج أو مصالحات أو تفاوض أو اقتراحات جديدة أو تفاهم على مسألة أو مصالحة ورغم أن القمر بما أنه مقابلك معناته يعني ما بيعمل نوع من أنواع الهدوء بيسوي فيه نوع من أنواع البلبلة أو بتتعقد بعض الأمور فعشان هيك اليوم بدك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر القطيعة والدعاوة القانونية لأنه برضو خصمكم اليوم قوي وطاقتك أنت الضعيفة والعرقيلة بتستفزك بشكل كبير برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر اليوم موجود في البيت السادس يعني التركيز رح يكون على العمل وعلى الصحة فعشان هيك اليوم دك تنتبه لهدول الأمرين أكثر شيء بيتراكم العمل عندكم وممكن تجدوا تعاون من بعض الزملاء وبعضكم ممكن يبدأ عمل جديد أو وعد جديد إلى علاقة بالعمل مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لاياقتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب طبعا ممكن أنك تضطر للعمل وقت إضافي خلال هذا اليوم لأن العمل بده جهد بدك تبذل طاقة أكبر عشان تقدر تتممه بالكامل فأول شيء بدك تنتبه لعملك وحاذر من المشاكل الصحية إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك بالنسبة لما أوليد برج الجوزة طبعا القمر اليوم في البيت الخامس يعني اليوم عاطفي عالي جدا وبما أن الزهرة رح تشكل زاوي مع القمر معناته العواطف والحظوظ بتلحب دور كبير معاك اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وبرضو بتعزز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وأعيد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغبه وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة يعني بمعنى آخر يوم إيجابي وطاقة عالي جدا لازم تتحرك بكل الاتجاهات برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان طبعا القمر صار في البيت الرابع هنا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية واجه الأمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر والاستثمار واستئجار العقارات أو بيع العقارات أو الاهتمام بديكور أو تصليحات من هذا القبيل والمناسبات العائلية أيضا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات الكثيرة اليوم تنقلاتك عالي جدا وأيضا عندك نشاط عالي جدا بوسعكم اجتياز امتحان أو مقابلة أو تعزيز العلاقة مع الإخوة أو الجيران وبرضو بتكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة وباستطعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أم مش إنك ما تتردد بالتحرك الأجواء اليوم جيدة حتى على المستوى العاطفي أو اللي بيشتغلوا في مجال التجارة أو التسويق أو بالإلكترونيات أو بالسيارات أدولا كلهم اليوم رح يستفيدوا فعشان هيك اليوم طاقتك لازم تستثمرها بشكل جيد برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي بيكون هذا المكسب على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة لا تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو استشفائية طبعا اليوم جيد لكل الأمور اللي إلها علاقة بالوضع المالي ممكن تطالب بحق لعيلة ولكن عندك نزوات التسوق عالية جدا فممكن تصرف سلوسك هيك بالهوى على أشياء أنت مش بحاجتها وبرضو في عندك مسألة ثانية انتبه من المحتالين والنصابين أيضا برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من يوم أمس وبتعيد لكم نشاطكم وثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم وشعبيتكم في تصاعد عالي جدا بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وبتنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك ممكن اليوم يجيك رد على أمر كنت بتنتظره بالأيام الماضية أو اليوم يصير فيه مفاجأ أو ينكشف لك أمر كان متخبي عليك برضو على المستوى العاطفي الأجواء جيد جدا برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتتراجع صحتكم اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب وبينتابكم شعور بالتعب أو الملل حاولوا أنك تخلدوا للراحة وحاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقعوا على عقود ما تبدأوا برضو عمل جديد ركز بكل التفاصيل إذا كنت مضطر للتوقيع على عقد يقرأ بنوده بشكل جيد واستفسر عن كل صغيرة وكبيرة هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تقيب آمالك وحاذر البلبلة والالتباسات وأي شخص بوعدك في شيء اعرف إنه ما رح يوفي فيه عشان هيك بدك تعتمد على جهدك بشكل روتيني يعني اعمل أعمالك بشكل روتيني ما تبدأ بشيء جديد برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة اليوم الأجوال الاجتماعية عالية جدا ممكن يفاجأك أحد ما عارفك بمساعدك بأمر ما وبرضو ممكن تطلب المساعدة من أي شخص بتعرفه بادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهمش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الإيجابية فحاول تنجز كل الأعمال المهمة قبل انتهاء يوم الغد أيضا قبل ما يوصل الغمر لبيت متعبة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يعتبر هذا اليوم يوم مناسب وجيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبهلكم المسؤولون وبيقدروا جهودكم وبتتسلط عليك الأضواء بتخضع اليوم لعدة تجارب مهمة أهمش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع هاي فترة فيها بعض القلق والتوتر عشان هيك حاول إنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف يعني بدك تراقب كل تحركاتك وتنجز أعمالك وما تدخل بأي مغامرات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات لبعيده ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع رسالة امتحان دورة دراسية تعليمية أمور أوراق قانونية لها علاقة بالسفر أو السفارات أو المراسلات بتناقش اليوم بقوة وذكاء وبتجرع على رفض أي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة أو حتى على المستوى العاطفي ممتاز جدا للتواصل مع الأحبة مع موليد برج الدلو ممكن يكون عندهم سفر خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض أو قرض أو بنك أو ميراث أو استرداد بعض الأموال أو يعني تحسين بعض الفواتير أو هيك إدارة بعض الفواتير أو الدفعات المالية أهمش إنكم ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك متلاقي أعمالك صدى طيب أهمش إنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار يعني لاهتمام على المستوى المالي وما تغامر ماليا كثير وحاول إنك ما تقرض حدد مال لأنه عادي ممكن ما يرجع لك ياه هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء